أنت يعنيتي بقى بشكل شخصي في حياتك يعني من التكثير أو التزمت الديني أو كده لا الحمد لله أنا ما عانيتش من ده يعني بصراحة لإني أنا يعني أهلي معتدلين إحنا يعني تونس نفسها بلد معتدلة يعني مش يعني فيه طبعا فئات مختلفة ولكن أنا اللي حوالي إحنا يعني معتدلين ولا هنقول بصراحة منفتحين يعني مش اكسريم في حاجة مش متطرفين لحاجة ولا فيش تطرف ولا فيه اعتدال وشوية عقلانين شوية يعني أنا أسرتي كده أبوي أمي من الناس اللي بتقرأ ومثقفين مثقفين نسبة جيرة جدا غير أنه هم مثقفين أبوي شوية كان عنده مش من باب بقى يعني من باب ممكن يخاف علي كده يعني أكتر إنما غير كده محافظ شوية بس مش متزمت لا لا مش متزمت خالص خالص لا مش متزمت لا بس محافظ في حاجات هي لي علاقة أكتر بخوف يعني بأن انت مثلا تخافي على بنتك أو تقلقي من حاجات بس مش حاجة ليها علاقة لا ما عنديش أي حد قريب مني متطرف دينيا أو حاجة زي كده عايزة أسألك برغم الانفتاح اللي في تونس والاعتدال وحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والست والإصلاحات اللي عملها برقيبة كل الحاجات دي برغم كل ده إن فيه كتير من التوانسة بيروحوا داعش آه فيه طبعا فيه ليه من وجهة نظرك أنت شوف هي ظاهرة طبعا ظاهرة غريبة وظاهرة يعني طبعا أكيد إحنا فيه زي ما قولك تيارات واتجاهات كتيرة مختلفة في تونس ومنها اتجاهات متطرفة هي الأسلام بتبقى مهما كان متطور ممكن واحد أمريكي يروح داعش يعني هي بتبقى فيه غسيل مخ بيحصل آه وتأثير بيحصل على الشباب أو الناس المعينة اللي بتروح فبتقتنع بأفكار معينة ده ملوش علاقة حتى بالبيئة اللي نشأوا فيها أو كده يعني هو ليه علاقة بهم عليهم يعني طرقهم اللي بيأثروا بيها وطبعا لما بيكون فيه أزمات بيكتر دافل يعني بيكون فيه أزمات أزمة اقتصادية أو أزمة يعني ده كمان بيزود من الموضوع خالفيات دي ولكن هي مش أنا بشوف الموضوع مش مرتبط بجنسية معينة أو ثقافة معينة لا أكيد مش مرتبط بجنسية معينة خالص ولا أي حاجة ده موجود في كل العالم يعني زي ما بيقول للأسف للأسف يعني إن شاء الله يقضى عليه ونخلص من الكابوس ده